بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم في كل يوم سبت يحكى أن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به بتظهر على الشاشة ممكن حضراتكم تتواصلوا معنا بأي شكل أنتم عايزينه ممكن كمان ترجعوا لمحتوى حلقاتنا سواء الحلقات بالكامل يعني الحلقة كاملة أو مقسمة في أي وقت سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب الحقيقة موضوع حلقة النهاردة يعني اتكلمنا فيه كفريق عمل في البرنامج من فترة قصيرة ولقينا كلنا بلا استثناء يعني أنا كطبيب والزملاء في الإعداد والإنتاج والإخراج لقينا أن إحنا عندنا تقريبا نفس المحاور الأساسية في الكلام أو خلينا نقول ملحوظات يعني على هذا الموضوع علشان كده فكرنا أن إحنا نعمل هذه الحلقة لحضراتكم إن شاء الله تكون مفيدة زمان في الأعمال الفنية وتحديدا الأعمال السينمائية يعني القديمة في أفلام الأبيض وسود كان دايما بيبقى فيه حل درامي كده زي ما بيقولوا لما يحبوا يعني صناع العمل يعني المؤلف والمخرج يعملوا مشكلة جوى الفيلم سواء عند البطلة أو البطل ويقولوا إنها مشكلة ملحاش حل ومشكلة كبيرة ومشكلة غيرت مجرى الحياة يعني كانوا يقولوا إيه إنه هو فلان أو فلانة جالها القلب أو عندها مشكلة في القلب أو عنده مشكلة في القلب بتالي لو رجعنا كده بالذاكرة هنشوف يعني أفلام كتيرة جدا جدا كانت أيمة على هذا الموضوع ومع تطور السنين ابتدى الإحساس أو ابتدى التعامل مع كلمة مرض القلب يعني يقل أو إنه هو الخوف ما يكونش بهذا الكم الكبير زي ما كان بيتصدر لنا في الأفلام لأنه كانوا بيعتبرون إنه هو يعني حالة غمضة وغالبا ما ستؤدي إلى فقدان الحياة لقدر الله لكن بعد كده برضو مع تطور الزمن ابتدنا نكتشف إنه أمراض القلب دي مش هي بس الأزمات القلبية اللي بتحصل لما البطل أو البطلة يدائي أو يحصل له مشكلة أو يسمع خبر مش حلو ربنا يعافي الجميع طبعا لكن كمان ده فيه زمرة من الأمراض كلها بتندرج تحت عنوان أو تحت مسمى أمراض القلب والأوعية الدموية على سبيل المثال طبعا وليس الحصر ارتفاع ضغط الدم ده بيرتبر يعني بيعتبر ارتفاع ضغط الدم أو مرضى ضغط الدم المرتفع دول بيعانوا بشكل أو بآخر من أحد أشكال أمراض القلب هقول لكم بقى الحوار اللي دار بنا واللي بناء عليه فكرنا ان احنا نعمل الحلقة ابتدينا نقول الله هو ليه ابتدينا نلاحظ ان فيه نسبة كبيرة من خلينا نقول صغار السن مش عايزين نقول الشباب ولا يعني الأطفال لا صغار السن ابتدوا انهم يعانوا مثلا من أمراض القلب سواء في صورة مثلا ارتفاع ضغط الدم مثلا يعني ليه يعني كان زمان الناس بتتعامل مع أمراض القلب دي على انها أمراض تصيب كبار المقام وكبار العمر يعني كبار السن يعني لكن دلوقتي لقينا ناس كتير قوي تبصت لو شباب صغارين عندهم ضغط مثلا أو عندهم أمراض القلب مش بس كده ده احنا بدأنا كمان نلاحظ ان فيه حالات موت مفاجئ ونلاقي اياما ناس كده وخاصة طبعا الحاجات دي بقت تنتشر أكتر أو بقينا نعرفها أكتر بعد يعني ظهور وسائل التواصل الاجتماعي فنفاجأ ان فيه شخص ولد أو بنت يعني شاب أو فتاة انا مش عايزة أقول يعني انهم صغارين قوي بس ممكن يكونوا في منتصف العمر نفاجأ انهم توفاهم الله طبعا كل حاجة بإيد ربنا ولكن احنا ده أمر ملفت ان احنا نتكلم عنه هل يطار فيه مثلا ظاهرة ان امراض القلب ابتدت تصيب صغار السن بشكل أكبر من يعني من الفترات اللي فاتت طب هل فيه أسباب للموضوع ده طيب الرياضيين أو الشباب اللي بيروحوا الجيم ونلاقيهم يقولك ايه ده توفاه الله بعد ما كان في الجيم طب هل بتحصل حاجة مثلا في الجيم ولا في ممارسة الرياضة بتكون يعني مجهدة إلى هذا الحد التي قد تؤدي مثلا الذي قد يؤدي للوفاة عموما يعني بشكل كده يعني كبير قلنا ان احنا طيب ما نتحاور مع أحد أساتذة أمراض القلب والقسطرة القلبية وندردش معاه في الحاجات دي كلها ندردش معاه في انه ليه زمان الناس كانوا بيكلوا مثلا بشكل متهور قوي وما فيش بقى مراعاة للنظم الغذائية ولا الكولستيرول الحاجات اللي فيها كولستيرول ولا دون سلسية وما شبه يعني وتلاقيهم عايشين عادي طب هل كانوا يعانوا في صمت ولا هم كان صحتهم أحسن مش انتوا دايما تسمعوا الكلمة دي يقولك الله زمان كانوا صحتهم أحسن من دلوق يعني دايما الأجيال اللي بتيجي دايما يضربوا المثل يقولوا ايه الأجيال السابقة عنهم كان صحتهم أحسن هل دا حقيقي ولا كانت الأمور هي اللي مش مكتشفة أو الأمراض اللي مش مكتشفة أو وسائل التشخيص مكتش مكتشفة هل فعلا العصر اللي احنا فيه بدغوطه وحجم التحديات اللي فيه وحجم الانشغالات اللي فيه وحجم المشاكل اللي بني أدمين أو البشر بشكل عام بيتعرضوا لها أثرت فعلا على القلب والععاية الدموية علشان كده حلقتنا النهاردة هتكون حلقة من القلب وعن القلب مع الأستاذ الدكتور أحمد حسان استشاري القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب جامعة الأزهر ضيف عزيز وغالي هيفدنا إن شاء الله في حواره معنا هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نستكمل أو نبدأ الحلقة مع حضراتكم يحكى أنه ما زال متواصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في يحكى أنا على القناة الأولى من التلفزيون المصري وأهلا وسهلا بضفنا الغالي والعزيز الأستاذ دكتور أحمد حسان استشاري القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب جامعة الأزهر دكتور أحمد أهلا وسهلا ونورتنا ونورتي يحكى أنا أهلا وسهلا بحركة محمد وأتشرف بوجودي مع حضرتكم ومع أستاذ المشاهدين أهلا بك يعني بدء زي بدء كده خلينا ندخل في الموضوع بشكل مباشر لأنه طبعا يعني تخصص حضراتكم الدقيق والمهم جدا له أبعاد كتير قوي مترامية فإحنا اخترنا النهاردة على الأقل أن نغطي جانب معين يمكن محدش تكلم فيه أو يمكن الكلام فيه قليل قوي السؤال هل فعلا صغار السن يعني أمراض القلب أصبحت تصيب صغار السن بالنسب أكبر من المعتاد مثلا مقارنة بعشرين سنة فاتت أو خمستاشر سنة فاتت الحقيقة دكتور محمد كلام حقيقة مظبوط في الأول كان المعروف أن أمراض القلب بتيجي في السن الكبير والتدخلات بتاعتنا سواء الأسطرة أو تركيب الدعمات أو أجهزة منظمات ضربات القلب أو عمليات القلب المفتوح كانت بتتمي في السن الكبير وكان السن الصغير مش هقول مستبعد تماما بس نسب التعرض لها كتقال لكن الحقيقة الموضوع فعلا في تزايد مستمر نتيجة لكذا عامل ونتيجة لوجود مشاكل ظهرت في السن الصغير قدت لحدوث وظهور مشاكل القلب تباعا لها في هذا السن برضه طيب أكيد بقى العوامل إحنا عايزين بقى نعرف العوامل وإيه الأسباب اللي خلت الموضوع ده يظهر في السن الصغير طيب يبقى الأول حقيقة إحنا لازم نقسم أو نعرف إيه هي أمراض القلب اللي ممكن تصيب السن الصغير الحقيقة أولها طبعا أمراض الضغط مرض الضغط كان بيجي في السن الكبير نتيجة لتصلب الشريين وخلافه دلوقت لا بقى ممكن يكون في حد في التلاتينات أو يمكن في أواخر العشرينات لأن ضغطه مرتفع الأول لازم نشخص أنه هو مريض ضغط مرتفع مش مجرد حاجة عرضية لأن ضغطه ارتفع في وقت معين وخلاص وبيكون لها أسباب كتيرة ممكن يكون نتيجة الاسترس نتيجة للأكل اللي مش مظبوط للأسف نتيجة للتدخين اللي في السن مبكر فخلا المشاكل تظهر في سن بدري وبالتالي بقى المريض بقى عنده ضغط في سن صغير برضو أمراض الشريين للأسف يعني كانت في السن الكبير وسواء العلاج اللي هو إما علاج دوائع عن طريق الأدوية والأسبرين وموسعات الشريين وأدوية الكوليسترول لا برضو بقت في السن الصغير نتيجة برضو إن في ضغط وده من عوام المؤسرة في حدوث قصور الشريين التاجية السكر في السن البدري التدخين في عمل وراسي بيكون موجود يعني يلاقي إن الشاب من ده عنده أكتر من فردم العيلة عندهم مشاكل في القلب فبيكون فيه استعداد جيني لهذا الموضوع الأكل اللي مش سليم الجو اللي مش سليم الضغطات الحياة كل ده أثر في حدوث قصور الشريين التاجية في السن الصغير وبالتالي بقى فيه تدخلات مننا في هذا السن فيه برضو الشباب اللي بنلاقيهم يعني زي لعبت الكورة زي اللي بنعبوا الرياضة زي اللي في الاندية الرياضية والجيم وهكذا بنلاقي مرة واحدة إنه واحد أغمى عليه واحد للأسف قلبه توقف واحد حصل كذا ده برضو بيكون لها أسباب تانية خالص اسمها اختلال واعتلال في كهربة القلب وده بقى موجود في السن الصغير بشكل أكبر من كده شوي أكتر من السابق يعني ما بيبقاش فيه حاجة محددة عند الشباب دول لكن يعني ممكن تلاقي حالك واحد وفيريفت واحد كويس جدا وصحته كويسة جدا بالتالي إنه هو بيلعب رياضة لكن بيكون عنده حاجات مستخبية في قلبه في كهربة القلب وعدم انتظامها تظهر مع المجهود طيب هل هنا بقى يعني خلينا قبل ما نرجع للموضوع الأولاني هل اللي بيحصل في الصلاة التدريب أو الصلاة الرياضية ده بيكون نتيجة التدريبات الزائدة أو الحاجات دي لأن الواحد ابتدى يشوف قطاع كده من الشباب وحتى موضوع بيبدأ من سن المراقة إنه هم بيتمرنوا مش عايزة أقول بعنف بس بغلي يعني بيتمرنوا مش بفكرة الحفاظ على الصحة أو إنه من أجل الحصول على الياقة بدنية كويسة تخليك تعيش حياتك كويس لا بيبقى فيه زي ما يكون تفريغ طاقات فهل الجهد الزائد ده خطر على عضلة القلب أو على كهرابة القلب الحقيقة لا هو مش خطر ولا حاجة لأن يعني فيه قطاع كبير أو من الشباب يتضربوا رياضات مختلفة بقوة مختلفة صح فمش بالضرورة يكون ده السبب لكن بيكون هم عندهم علة في القلب ما كانتش مكتشفة قبل كده وبيصادف إنه هو يعني يحصل له هذا الحدث في هذا التوقيت في هذا المجهود والحقيقة برضو يعني أهم حاجة محمد احترام الأعراض لازم ده أهم حاجة هو ده حل اللغز وهو ده المفتاح صح إنه يكون عندك عرض تعالى كشف فيه مشكلة تعالى شوف ولا تستمع إلا لأصحاب التخصص يعني للأسف الواحد يلاقي عنده أي مشكلة صغيرة في بديئها صغيرة وحلها في الأول صغير يسمع من الزميل اللي ولا حاجة يقول له ده بردي من التكيف ده يقول له لا ده عشان أنت شلت زيادة لا ده أنت خدت بروتين زيادة كلام ليس له أساس من الصحة بالزبط فبالتالي لما يهمل ويتجاهل والموضوع بيكبر معامع الوقت ويكون حله أصعب من أنه كان اكتشفه في الأول وعالجه من الأول فبالتالي بنقول للناس دايما يا راجل ده أنت عربيتك بتوديه الصيانة كل عشر تلاف كيلو صحتك أهم وأولى فلما يكون فيه أي أعراض شوف شيك اسأل استشير بحيث لو لا قدر الله طلع فيه حاجة أديكت شخصت وتعليكت بدري ما فيه حاجة تطمنت ويعمل مجود اللي أنت عايز طيب إيه أشهر الأعراض اللي أنا ابتسمت لما حضرتك قولي احترام الأعراض لأنه كانوا أساد زيتنا العظام وهم بيدرسولنا وإحنا طالبا كانوا يقولوا إيه لازم نحترم ألم الصدر فأنا دلوقتي بسأل حضرتك باب النياب عن الناس إيه هي الأعراض اللي تستوجب التوجه الفوري لتخصص أمراض القلب وإيه الأعراض اللي ممكن المتابعة يعني نفرقهم علشان برضو إيه الناس يعني فيه سمة كده في بلدنا فيه يعني الأطباء موصومين يعني أنا بقول بجد يعني بمصطلح كده يقول لك إيه يا عم الدكاترا بيهولوا أو بيكبروا الحكاية مع إن الدكاترا والله ما بيكبروا هم بس الدكاترا بيفكروا في كل الاحتمالات صحيح فإيه الأعراض اللي هي تستوجب التوجه الفوري أو التوجه بدون تأجيل يعني إلى الطبيب وإيه الأعراض اللي ممكن إن إحنا نتابعها ونتابعها إزاي طيب الحقيقة محمد بما إن حقيقة قلت موضوع التهويل ده أنا يعني عندي تعليق صغير أرجوك التهويل عندي أحسن من التجاهل ومن الاستسهال صحيح لأن لما حد بيهول ممكن يكون هو بيهول عشان هو ما عندوش المقدرة الكافية للتشخيص كطبيب غير متخصص ولا حاجة فبالتالي بيقول للرجل خد بالك فلو طلع في حاجة زي ما قد حقيقة كده أه دي الرجل تم إنقاذه خير بالذب ما طلعش في حاجة يبقى خلاص طمن أحسن ما يتجاهل ويكون في حاجة والرجل تحصل له مشكلة صحيح بالنسبة للأعراض بقى الأعراض يختلف حسب مشكلة القلب اللي موجودة لكن هي أعراض القلب بتبقى ما بين آلام في الصدر النفس دي عدم قدرة على التنفس بشكل سليم المجهود قليل إغماء كامل أو فقدان تام للوعي أو إحساس بالهبوط وعدم القدرة على إداء المجهود كالصادق دي الأعراض بتاعت القلب عمونا اللي لو الواحد حس بيهزي الأعراض تعال شوف وعلى شيء طيب وهنا المريض بيذهب للطبيب على طول ولا يقول إيه طب أنا أعمل رسم قلبي الأول واروح به للدكتور طب أنا أعمل تحاليل واروح بيها للدكتور يعني هل الصح أن الواحد يروح للدكتور كده ببعض يعني الأدوات أو الأدوات التشخيص ولا الطبيب هو اللي بيقرر هو يعمل إيه لهذا المريض بالتحديد هو لو كان عنده أي حاجة سابقة يجيبها معاه لكن لو هو ما عندهش أي حاجة سابقة كفحوصات أو تحاليل ييجي كده والأول إحنا بنشوف لأنه ممكن يكون عمل حاجة تكلفه وما تكونش هي الحاجة المطلوبة هي المطلوبة في المشكلة بتاعته بزي المريض حقيقة لما بيجي بيتم فحصه ومناظرته وحسب أعراضه وحسب المشاكل اللي موجودة عنه بيتم طلب التحاليل والفحوصات اللازمة للتشخيص أنا زي ما حيك عارف طبعا دكتور محمد إن فحوصات القلب كتيرة جدا كتيرة جدا فأنهي فحص مناسب للمريض ده في العرض ده يختلف حسب مشكلته وبالتالي الطبيب القلب اللي بيشوف المريض هو اللي هيحدد الحاجة المطلوبة حسب مشكلته طيب حضرتك دكتور أحمد في بداية كلامك قلت من ضمن الأشهر الأمراض هي مرض ارتفاع ضغط الدم بس قلت إيه قلت إن المريض يتشخص أيها فإيه الآلية اللي تخلينا نقول يعني كأطباء إن المريض ده مريض ضغط دم مرتفع يحتاج إلى العلاج لأن الحقيقة أنا في محيطي حتى أحيانا أصطدم بنمازج كده فأبو سلاقي حد يقول لي مثلا إيه أنا باخد دوة ضغط كده عند اللزوم أقول له مفيش دوة ضغط بيتاخد عند اللزوم فحضرتك قل لنا ضغط الدم المرتفع بيتشخص إزاي طبيعا آه مظبوطي فأنا فيه فرق كبير بين ارتفاع ضغط الدم وبين مريض ضغط مزمن بمعنى مش معنى إن مريض شفناه ضغطه مرتفع حكمنا عليه إن ضغطه مرتفع لابد من مراقبة ضغط الدم الدكتور محمد عشان نعرف للأول مرة يعني مريض أول مرة جاي يكشف حاسس بصدوة لأن ضغطه مثلا مية وستين مية مش بالضرورة أبدا يكون مريض ضغط ممكن تكون حاجة عرضية ممكن يكون يفندم حد مزعاله عمل مجهود عنيف بيفكر كتير فضغطه ارتفع فبالتالي في الأول خالص لازم يتم مراقبة الضغط والحقيقة التوصيات العالمية بتاعة الجمعية الأوروبية الأمراض القلب بتقول إنه يتم مراقبة الضغط بطرق داخل العيادة وخارج العيادة مختلف يأما المريض بيسجل ضغطه كذا مرة في اليوم لمدة 3-4 أيام بيحس إن احنا نشوف متوسط الضغط خلال الفترة القادمة وهل هو فعلا ارتفاع عرضي ولا ارتفاع دائم أو بنركب له جهاز اسمه جهاز ضغط محمول ده جهاز حضرتك بيركب على الإيد لمدة 24 ساعة بيسجل الضغط بشكل مستمر كل 30 دقيقة أو 60 دقيقة وبيقوم بتسجيل الضغط في الجهاز وبعد ما بتنتهي الـ 24 ساعة بنفرغ البيانات اللي تم تسجيلها عشان نشوف الضغط صباحا ومساء ومتوسط الضغط أخباره إيه لو لقينا حضرتك بالطريقتين إن متوسط الضغط كويس يبقى الضغط الأولاني اللي كان عالي ده كان حاجة عرضة وده معناه إن شاء الله مش هنبقى محتاجين ده في الوقت الحالي وبنقول له بس يعني ركز مع نفسك وكل شوية شايك على ضغطك ومتهملش نفسك وزبط أكلك وقلل الملح وعمل شوية طريقة عشان تحمي نفسك من الضغط لكن لو لقينا إن الضغط مرتفع في القياسات المستمرة بندله طبعا دواء للضغط بجرعة معينة حسب الارتفاعات المتسجلة دي وبرضو بنرقبه لأنه ممكن مع الوقت الضغط ينزل ممكن الضغط يبقى مستقر ممكن يعلى يعني ما ينفعش أديله دواء وقوله شكرا مع السلام لازم أشوفه تاني على مدار قصير وبعيد عشان نشوف اللي هو محتاجه بعد كده طيب بناءا عليها دكتور أحمد بيتحدد إن الدواء الضغط مثلا يتاخد الصبح أو يتاخد قبل النوم أو يتاخد في وسط اليوم يعني الأطباء فلسفتهم إيه في التخصص حضرتك المهم بيحددوا بناءا على إيه يعني بناءا على طبيعة عمل الشخص أو طبيعة حياته ولا طبيعة سنه ولا يعني أنا مش عايز أقولك اختيار كمان الدواء لأنها هندخل في حاجات علمية شوية يعني بس أنا بقولك مثلا إيه يعني أنا بكلمك من منطق الناس بنسأل دايما بالنياب عنهم يعني تلاقي ناس قاعدة كده فيقولك إيه ده أنا باخد دواء الضغط الصبح فواحد تاني يقول بس أنا الدكتور بتاعي قال لي لازم تاخدوا بالليل ما تاخدوش الصبح فيعتقد إنه هو يعني فيهم أحدهم يعتقد إن إيه إن حد غلط فبناءا على إيه بيتم اختيار الجرعة والبداية وهل فعلا بنبتدي بجرعات قليلة وبعد كده بنزود ولا الموضوع بيبقى من البداية إحنا عارفين الجرعة المطلوبة طيب الحقيقة ترمحمد دواء الضغط أفضل وقت لي أكيد هيكون صباحا لأن ده بداية يومي اللي أنا بتحرك فيه وبتمشى وبنزل الشغل وبتعرض لغطوطات وهكذا والطبيعي إن أي حد بالليل وهو نايم بيكون زي ما يقوله في دينة تانية خالص يعني بيكون مرتاح بيكون مرتاح بالضبط فبيكون ضغطه أقل من وقت الصباح يعني هستفيد بدواء الضغط في قمته في قمة يومي في بداية اليوم صحيح خصوصا لو دواء الضغط ده دكتور محمد معاه مدير للبول يعني معظم الأدوية الضغط دلوقتي بتبقى أكتر من مكون واحد في نفس الحباية في نفس الدواء بالضبط كده فانا وده طبعا أسهل للمريض عشان ما ياخدش أدوية كتيرة وأقوى في التحكم في الضغط صح فبالتالي لما يكون فيه مدير للبول بننصح المريض أنه ياخده على الريق أو الميسح على طول صح عشان يكون إدرار البول وهو لسه في بيته قبل ما ينزل الشغل أو لما يكون في عربيته أو في المواصلة وطبعا الأدوية المديرة للبول مش مستحبة خالص مساء لأنها بتخلي المريض يعاني من الأرق فبالتالي كده يعني لما ما ينمش كويس ده ممكن يكون من أسباب أنه ضغط يرتفع الضغط بالضبط طيب برضو كان زي ما اتفقنا الميساق بتاعنا أنه احنا بنسأل الأسئلة اللي بتتسيل دلوقتي في البيت صحيح أنا متأكد أنه فيه ناس دلوقتي في البيت في كلام حضرتك عن الضغط الدم المرتفع ولما قلنا نتابع القياس هيسأل ويقوله طيب هو أجهزة الضغط الإلكترونية أو الديجيتال دي مظبوطة ولا لازم نقيس في الصيدلية بالجهاز الزئباقي ولا لازم نروح مستوصف جنبنا وهكذا برضو عايزين نجاوب على هذا السؤال الحقيقة يعني ده فعلا سؤال مهم وده اللي احنا دايما بنشوفه في ممارساتنا الطبية اليومية جهاز الضغط الإلكتروني هو الحقيقة مش هيكون بنفس دقة الأجهزة التقليدية العادية سواء الجهاز الزئباقي أو الجهاز الهوائي لكن فيه أجهزة أكيد بتبقى يعني كفائتها كويسة أنا حتى دايما بقول المرضى بتوعي عشان تتأكد إن جهازك كويس لازم تكون عمل له معايير كويسة إيه المعايير الكويسة أولا إنه هو لازم يكون لو هو بالبطارية يبقى بطاريته كويسة كويسة لو بدون بطارية يبقى متوصل بالكهرباء الحاجة الثانية أعمل له معاييرة معاييرة إزاي أجيب الجهاز هو الإلكتروني ده وإيه بضغطي وبعد ما أشيله على طول أجيب جهاز تاني مزئباقي وإيه في نفس التوقيت في نفس الدرعة لو لقينا حضرتك القياسات متقاربة يبقى الجهاز ده كويس وده موصوق فيه وكمل إياس بيه وأنا متطمن صح ده طبعا المعاييرة دي أول مرة بس لو لقينا إن القياسات مختلفة أوي يبقى أنا الجهاز ده مبقاش موصوق فيه وأدور على جهاز تاني أو يكون عندي جهاز زئباقي وحد متمرس هو اللي يقيس الضغط برضو لأن اللي هيقيس الضغط بجهاز الضغط أو الهواء اللي سيكون متمرس اللي بيسمع بالسماعة عشان يكون القياس موصوق فيه وأقدر أعتمد أنا على القياسات اللي في البيت كورتي كوف ساونز أيوة كورتي كوف ساونز نسبة للعالم اللي اكتشف الأصوات الأصوات الخفوت آخر صوت يعني الموضوع يعني يعني عشان أنا ليه بقول المعلومة دي والله مش مش تقليلا من شأن حد بس الطاقم الطبي سواء كانوا الأطباء أو السادة في التمريد أو كده بيكونوا مدربين على قياس الضغط فيه ناس بتقيس الضغط كده بالإيه زي ما بيقولوا بالممارسة أو بالوايم أو كده فده ممكن القياس ما يبقاش مظبوط لأنها بتعتمد على يعني دي معلومات درسناها في كلية الطب يا جماعة فعشان كده احنا بنقول للناس يعني مش أي حد يقسلك الضغط يعني يفضل أنه يكون حد متمرس وحد فاهم وحد دارس حتى لو في مكان جنبك وزي ما قال الدكتور أحمد نظام المعايرة اللي هو اللي احنا بس بنقارن القياس بتاعنا في البيت لمرة أولى بس في مكان طبي لو طلعت الأمور تمام يبقى خلاص تمام دكتور أحمد إحنا يعني عايزين بقى نتحرك نحو أعراض أخرى للقلب من ضمن الأعراض الشهيرة قوي قوي فكرة سرعة ضربات القلب سرعة ضربات القلب منطقي إنها لما الواحد يبذل مجهود لما يطلع سلم حتى فيه ناس تحس بالحكاية دي لما تتكلم لكن فيه ناس دلوقتي بتشتكي من الحكاية دي لما بتقوم من نوم يعني يقولوا إحنا لما بنقوم من نوم بنصحة على سرعة ضربات القلب هل ده عرض مرضي يصنف على إنه يستوجب يعني المراجعة الطبية في تخصص أمراض القلب ولا دي حاجة حدي برضو عبد المحمد موضوع ضربات القلب السريع ده موضوع مهم وفيه شكاوي منه وخصوصا عند السيدات ده من واقع المرصة الطبية ضربات القلب الطبيعي والحقيقي إن أنا ما حسش بضربات قلبي ودي نعمة ربنا ادهلنا عشان الواحد يعرف يمارس حياته زي المواحد يجي يحط الهدوم ويلبس الهدوم على جسم وبيحسش بيها مع الوقت ودي خاصية التكيف اللي ربنا خلقنا به فلما ابتدي أحس بضربات قلبي يبقى ده إحساس غير مألوف يستدعي الفحص طيب لما نلاقي ضربات القلب السريعة ده ممكن يحتمل كذا حاجة ممكن يحتمل إنه يكون رد فعل طبيعي لشيء ما زي ما حاجة بتقول توطر ألأ فكر زعل مجهود شديد حاجة كمسألة تعوضية يعني ضربات القلب الطبيعية اللي بتبقى متسرعة أو إنه يكون فيه حاجة خارج القلب بتسمع في القلب زي ما بيقوله لما يكون المريض عنده أنيميا فقر دم القلب بيدرب بشكل أسرع عشان يعوض النقص ده أو يدي تعبير إنه فيه حاجة دور ورايا المشكلة اللي موجودة فيه ناس بيكون عندها اختلال في الغضة الدرقية الغضة الدرقية هنا تفرز هرمون اسمه ثيروكسين الهرمون ده مسؤول عن النشاط وزيادة ضربات القلب فلما يكون الهرمون ده زايد عن اللزوم ده معناها أن الغضة نشطة فبيكون سبب من أسباب ارتفاع ضربات القلب والقلب نفسه سليم دي الحاجات اللي ممكن برا القلب اللي تزود ضربات القلب القلب نفسه ممكن تكون ضربات قلبه سريعة لما يكون فيه مشكلة معينة فيه إنه يكون فيه تأثر في عضرة القلب إنه يكون فيه قصور في الشرعين التاجية إنه يكون فيه تأثر في أي صمام من الصمامات اللي داخل القلب وممكن يكون فيه حاجة تانية خالص برا التصارع الطبيعي لضربات القلب اللي اسمها كهربة القلب إنه تظهر بقر في أماكن معينة في القلب هي اللي بتزود ضربات القلب خارج الضفيرة الكهربائية الطبيعية بتاعت القلب وبالتالي دي طبعا بيحتاج لها علاج وتشخيص سليم عشان نعرف المشكلة اللي عند المريض ده هل هو تصارع طبيعي في ضربات القلب ولا تصارع كهربي وأخيرا ممكن يكون حاجة نفسية ممكن يكون وهم واحد يقول أنا بحس بضربات قلبي الضربات كويسة وطبيعية حس بضربات قلبي يعني أكشف عليه وحط إيدي على النبض بتاعه واسمع قلبه بالسماعة لأي الضربات في المقياس الطبيعي اللي هو من 60 ل 90 لكن هو بيقول لي أنا حاسس بضربات قلبي فده معناه إنه هو يعني بيفكر الآن وبيحس بي أكتر ساعة النوم لما تكون الدنيا هادية فبيكون وعي وزيد بيها نتيجة لفكر مستمر تمام إحنا يعني مستمتعين جدا بالحديث مع حضرتك لازم نطلع دلوقتي فاصل ونرجع نستكمل الجزء المتبقي من حلقتنا يحكى أنه مازال متواصل وضفنا الغالي والعزيز النهاردة الأستاذ الدكتور أحمد حسان استشاري القلب والقسطرة القلبية بجامعة الأزهر خليكم معنا يحكى أنه مازال متواصل أهلا وسهلا بحضرتكم في الجزء المتبقي من حلقتنا النهاردة في يحكى أنه واللي خصصناها للحديث عن ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب عند خلينا نقول متوسطي العمر والشباب ضفنا النهاردة في حلقتنا في يحكى أنه الأستاذ الدكتور أحمد حسان استشاري القلب والقسطرة القلبية بجامعة الأزهر اتكلمنا في الجزء الأول عن معلومات مفيدة جدا جدا عن تشخيص ضغط الدم المرتفع عن ضربات القلب عن الأعراض اللي لازم ننتبه لها ونكشف أو نتوجه للكشف الطبي في هذا التخصص وقلنا وركزنا على فكرة عدم إهمال أي عرض من هذه الأعراض حتى لا تتفاقم الأمور هنستكمل حدثنا مع ضفنا العزيز دكتور أحمد بردو أنا بسألك دلوقتي بالنيابة عن أهلينا وأصدقائنا وعائلتنا اللي عاديين يتفرجوا علينا وبيقولوا طيب هو زمان كانت الناس بتاكل سامنا بلدي وكانوا مش عارف بيفطروا بكم بيضة وكانوا بيأكلوا إزاي وكانوا بيعملوا إيه ولا كان فيه بقى رياضة ولا كان فيه حاجة وكانوا صحتهم أحسن مننا الجملة دي بتتقال يعني إن لم يكن في كل البيوت في المنطقة العربية يعني أنا بعتقد في العالم كمان كله إيه تفسير الحكاية دي يعني هل العصر فعلا السابق أو العصور السابقة ما كانش فيها أمراض قلب ولا إحنا اللي خدنا حظنا من هذه الأمراض بس لا هو الحقيقة يعني الخير موجود في كل العصور يعني إن شاء الله خير فيها وفي قمتي إلى يوم الدين تحديث عن رسوله عليه الصلاة والسلام فلكن العصر الأديم طبعا كان يعني أو الأجيال الأديمة كان حدودك الجو أحسن من كده والاسترس أقل من كده ما كانش فيه هذا الزخم من الحياة ورفاهية الحياة والتكالب على يعني اللي موجود اليومين دول يعني صحي فطبعا يعني كان مهما كان الأكل المفروض أن نقول أنه هو مش صحي بس هو حراك قصاده ما كانش فيه العربيات بهذا الشكل فكاد فيه حركة كتيرة أهلين في القرى صحيان بدري وممارسة المجهوز بالزبط صحيان بدري ما فيش صهر حياة صحية طول اليوم حركة وحر يعني حضرتك يعني اللي كانوا بيأكلوه نقول المفروض يزيدوا في الوزن ثلاثة أربعة ضعف لكن ما شاء الله كانت أجسامهم كويسة فبالتالي كل العوامل دي الصحية القديمة اللي موجودة عندهم ما بقتش موجودة دلوقتي حضرتك دلوقتي زي ما تشوف الشباب الصغيرين مجرد ما بيطلع للرخصة بيروح عايزة عربية على طول أو ركوب المواصلات أو 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 عشان كده دايما بعض أنصح الناس يعني لو ما عندكش الوقت الكافي للمشي إركن عربيتك بعيد عن المكان اللي أنت رايح له مثلا عشر داي ربع ساعة وتمشيها ده هيبقى فارق جدا يوميا يعني بيفرق المشي فعلا في صحة القلب يا دكتورة جدا جدا إلى هذا الحد دي آه ده التعليمات العالمية بتقول على الأقل لتلاتين ديئة خمسة ديئة في الأسبوع على الأقل لو طبعا نقدر نزود هيكون أحسن لأن ده بيزود الحر وبيحافظ على تمشية الدورة الدموية بيساعد على تقليل مستوى الكوليسترول في الدم وبيساعد على تقليل احتياج المرضى للأدوية بتاعتهم تمام برضو موضوع عكسي بقى عن مرضى ضغط الدم المنخفض واللي هم أغلبيتهم بيكونوا من السيدات والفتيات يعني يعني مش عارف إحصائيا كده بلاقي أن معظم الفتيات والبنات يعني لما بيعانوا من الضغط طبعا فيه بيعانوا من ضغط الدم المرتفع بس معظمهم يعني إجمالا يعانوا من ضغط الدم المنخفض صحيح هل ضغط الدم المنخفض بنفس مخاطر ضغط الدم المرتفع؟ هو أمر يستدعي برضو الملاحظة والعلاج والفحص لكن هو مرضى الضغط المنخفض بيبقى نتيجة لحجم الاتنين يا أم مريض عنده مشكلة في عضلة القلب مش قادرة ضخ الدم فبالتالي بيعمل ضغط منخفض يا أم زي ما بقى حاجة بتقول كده عند معظم أو كتير من البنات والسيدات كل حاجة سليمة بصدقتها منخفض وده يرجع لقلة شرب السوائل فما فيش ضغط بيتخلق أصلا أو الضغط بيبقى يعني منخفض ولذلك برضو دايما بنقول الناس متوسط شربنا للسوائل المفروض يكون من 3 ل 4 لتر في الشتاء ومن 4 ل 5 لتر في الصيف والواحد مننا دوت محمد في يوم الزحمة والمليان لما بينسى يشرب مية أو سوائل بيلاقي نفسه فعلا تركيزه أقل وممكن يكون فيهن خفات في ضغط الدم ولكن في اليوم اللي بيشرب فيه سوائل كتير بيلاقي إنه هو فاي وعشان كده برضو الشباب اللي بيلعبوا رياضة أهم حاجة بيتقلهم اشربوا مية أو سوائل كتير عشان يقدر يعمل مجهود وضغطه ما ينخفضش يعني استكملا لكلام حضرتك أنا يعني عايز أقول معلومة قارتها وفجئت بيها الحقيقة كان في بحث طبي في أحد الجامعات الأمريكية قالوا استخلصوا يعني قالوا أنه بمجرد إحساسك بالعطش يعني لما تحس أنك عطشان ده معناه أنه متبقي في طقتك الداخلية 30% يعني فأنا بس الحياة المفاجأة كانت بالنسبة لي دلوقتي فكرة أن مرضى الضغط الدم الملخفض أنه ممكن يكون من الأسباب عدم شرب السوائل لأنه يعني كتير قوي من البنات والسيدات يعانوا فعلا من انخفاض الضغط وبيبقى عندهم فعلا يعني هبوط وأعراض فممكن يبقى الحل بهذه البساطة بقول لهم رشدتكو شربوا مية والله طيب ده حاجة يعني كويسة جدا طيب هنستكمل برضو أسئلتنا اللي احنا بنسألها بالنيابة عن كل المشاهدين في أمراض الضغط يعني مرضى الضغط دم المرتفع عادة حضرتك قلت المريض بتابعه على المدى القريب والمدى البعيد شوية عشان نطمن امتى الدواء بيتغير يعني بمعنى آخر هل فعلا بعد فترة لأن دي أدوية مزمنة أو أمراض مزمنة هل اللي بياخد دواء بيفضل بقى ياخده يعني فيه ناس تقعد تاخد الدواء سنين فعلا يعني هل الدواء يعني يستحسن أنه يتغير كل فترة يعني ولا طالما الدواء يؤدي النتائج نخليه زي ما هو مظبوط طول ما المريض اللي قدامي ضغطه مظبوط ما فيش أي داعي لتغيير الدواء الدواء حضرتك بيتغير فعالتين لو الضغطة حصل فيه اختلال أو ماش بقاش مستقر زي الأول أو لو المريض حصلت له أعراض جنابية من الدواء فبيتغير لكن لو جاي لحضرتك مريض ضغطه مظبوط بقوله اللي مخلي ضغطك مظبوط تمشي عليه حتى يا ربي لو عود جرجير المهم مدام ضغطه احنا بند الدواء لي يا دكتور محمد عشان ضغطه يبقى مظبوط فلو ضغطه مظبوط خلاص أنا مش محتاجة أغير الدواء لكن زي ما حضرتك أشرت كده مع الوقت ممكن فعلا الدواء يتغير نتيجة إن المريض حصل اختلال في ضغطه لأن ورد حضرتك تحصل متغيرات في الجسم وساعتها الدواء مبقاش كافي للتحكم في الضغط ونلاقي المريض ضغطه بيعلى فبضطر طبعا أزود الدواء أو أزود الجرعة أو أغير المادة الفعالة في الدواء أو حد تاني يحصل له متغيرات فضغطه ينخفض يلعب رياضة ووزنه ينزل يخش في أي حالة مرضية تانية فضغطه ينزل فطبعا بضطر أن أنا أنزله الدواء أو الجرعة فبالتالي ما ينفعش حد يقول أنا بأخذ دواء وماشي كده لا أي حاجة حالك محتاجة متابعة أنا بأخذ دواء ضغط فمدام أنا ضغطي مستقر في الفترة الأولانية على المدى القصير والبعيد أتابع ضغطي كل شوي حتى لو شيكت على ضغطي مرة كل يومين أو ثلاثة عشان لو لقيت في أي متغيرات على طول يحصل تعديل في الدواء لأنه زي ما حك عارف الدواء هي تركيبة سبتة لكن أنا طبيعة متغيرة فممكن الحاجة اللي كانت مستقرة في الأول ما تبقاش مستقرة واللي ضغطه مستقر على الدواء بنخليه كامل عليه تمام دلوقتي هنروح بقى ناحية التخصص الآخر الدقيق لحضرتك يا دكتور أحمد وهو القسطرة القلبية وعايز حضرتك يعني تحكي لنا الحكاية بتاعة القسطرة لأن هي من بدايات ظهورها ولغاية دلوقتي في ناس كتير بتتعامل معاها على أنها إجراء خطير وأنه يعني لما الطبيب بيقول إحنا نحتاج نعمل قسطرة على القلب فيبتدي يبقى فيه خوف وتوتر يعني حضرتك كلمنا بقى عن القسطرة القلبية وفهمنا كده يعني إيه الأحوال اللي بنحتاج فيها الأسطرة القلبية هل هي فعلا تكنيك أو إجراء طبعا إجراء تداخلي هل فعلا يحمل أي قدر منها الخطورة هل هي يعني هي تشخيصية وعلاجية وإيه التطور اللي حصل فيها طيب الحقيقة الأسطرة هي إجراء طبي بيتعمل لتشخيص مشاكل الشرعين التاجية وعلاجها في مرضى قصور الشرعين التاجية بنعني يا دكتور محمد لما ييجي مريض جاي في الطوارئ بأزمة قلبية حد بتكون عنده سواء زبحة صدرية أو جلطة في القلب التصرف السريع فورا لإنقاذ حياة المريض ده هو دخوله الأسطرة لتصليح الشريان المسدود المسؤول عن حالته الإسعافية دي لأن المريض ده حضرتك بيكون عنده سدد وانسداد كامل في شرعين من الشرعين اللي بيغزي القلب ده طبعا بيهدد الحياة وبيهدد عضرة القلب ممكن يؤدي إلى توقفها فبالتالي التوصيات الطبية والعالمية بتقول أن المريض مجرد ما يتشخص أنه عنده هذه الحالة الطرقة لابد من دخوله الأسطرة في خلال ستين لتسعين دقيقة من تشخيصه بندخل على طول بالأسطرة عشان نوصل للشرعين المسدودة وبيتم فتحه على طول عن طريق تركيب دعامة والدم يرجع تاني للقلب وكأن شيئا لم يكن بإذن الله الحالات التانية اللي بتبقى محتاجة أسطرة مريض جاي بدري عن المشكلة اللي قلت الحراكة عليها دلوقتي دي يعني واحد جاي يكشف عادي خالص عنده ألام في صدره لما عملنا له الفحوصات المبدئية زي رسم القلب أو الموجات الصوتي على القلب أو رسم قلب بالمجهود لقينا عنده قصور شرايين اللي هو لو تساب هيعمل الجلطة والزبحة دي فدي بنسميها التشريص المبكر وطبعا بيبقى الأفضل لأن المريض تشخص بدري فبالتالي بنديله أدوية وبيتم عمل أسطرة لاستكشاف المشكلة اللي موجودة دي وعلى دوق الأسطرة بيتم تحديد الخطة العلاجية وارد أن يكون عنده تضيق بسيط في الشرايين التاجية لا يستحق تركيب دعمات لو تضيق اللي موجود ده 40% من قطر الشريان أو أقل فساعتها المريض بيمشي على علاج دوائي من مسيلات وأدوية موسعات للشرايين التاجية وأدوية للكوليسترول عشان الديق ده ما يزيدش مع الوقت ويحتاج أي تدخل لاحقاً أو ممكن يكون التضيق اللي موجود ده أشد من الطبيعي ويكون درجة الضيق شديدة ده اللي بنتدخل فيه بالدعمات في نفس الوقت على طول وأنا بالأسطرة التشخيصية أروح داخل بالدعمة عشان أصلح الشريان ده ويتفتح الشريان ويرجع الدم يمشي للقلب تاني وفيه طبعاً بعض المرضى بتكون التضيقات اللي فيها شديدة الدعمات ما بتقدرش أنها تصلحها وساعتها بنرسل المريض لإجراء عملية القلب المفتوح لتعديل أو تغيير الشريان وزراعة الشريان الجديدة طيب الأساطر القلبية حصل فيها تطور كبير أطبع منها يعني بقينا دلوقتي نسمع مصطلح كمان الدعمة الزكية وإيه هي بقى الدعمة الزكية الأسطرة الأول كانت بتتعمل عن طريق الرجل دلوقتي بقيت تتعمل عن طريق الإيد فساعتها المريض ممكن يخرج في نفس اليوم مش بيضطر أنه يبات زي الأول الدعمات حضرتك هي كذا نوع في الأول كانت الدعمة العادية ودي ما بقيتش موجودة خالص وكان فيه دعمة اسمها دعمة زيتية الزكية ظهرت في 2014-2015 وبعد كده ما بقيتش موجودة غير الأغراض البحثية فقط لأن اتضح أن هي ما بتقديش أي فوايد أكتر من الدعمات الزكية اللي هي موجودة حاليا الدعمات الزكية أو الدوائية هي دعمات مغطة بدواء ومعدة إعداد معين بحيث أن هي تخلي الدواء يفرز داخل الشرايين عشان يحافظ على فتح الشرايين وفتح الدعمات وبتكون عمرها أطول وحالتها أحسن خصوصا لمرضى السكر طيب يعني أنا بشكر حضرتك جدا على المعلومات عن الأساطر الأسطرة القلبية يعني نستنتج من كلام حضرتك أنه إجراء الأسطرة القلبية أصبح أو أصبحت خطوة غير مقلقة للمريد يعني المريد اللي يتقلو أنت بحتاج أسطرة مش المفروض أنه يقلق أو يكتائب أو يخاف أو كده لا خالص أبت نحمد لأنه هو القلق هيبأ أكتر لو حصلت مشكلة من وراء شرايينه ما تمش علاجها والحقيقة الأسطرة بتتعمل ببنج موضعي ما فيش بنج كل ولا حاجة المريد مش بيحس بأي قلم لأنه طول ما إحنا داخلين بالأسطرة في الشرايين الشرايين من جوة غير مغذب الأعصاب فبالتالي ما بيكونش فيه أي قلم ولا حاجة وبيبقى المريد صاحي وفايق وشايف شرايينه يعني حتى بنقعد نهزر معنا نقول له بص على الشاشة معنا كده وإحنا شغالين والإجراء بيبقى بسيط وبيحمل قدر من الأهمية في إنقاذ المرضى لما المرضوع أو المشكلة تتشخص بدري دكتور أحمد في الجزء الأول من حوار حضرتك في بداية الحلقة ذكرت أنه من الحاجات اللي بقت مسببة لظهور أمراض القلب عند الشباب ظاهرة يعني كثرة التدخين صحيح والحياة دلوقتي الواحد بيشوف التدخين والتدخين الإلكتروني وما إلى ذلك التدخين مؤثر إلى هذه الدرجة فعلا على عضلة القلب لأنه فيه كثير قوي يتعاملوا مع مشكلة التدخين على أنها تخص للجهاز التنفسي لكن عايزين ننبه الناس بقى ونعرفهم تأثير التدخين سواء العادي أو الإلكتروني على القلب والقوعية الدماغية التدخين من أخطر المشاكل اللي ممكن تأثر على الجسم كله بما فيها الآن بكل أشكاله بكل أشكال السجاير والشيشة والفيب حتى حضرتك لما طلع أقول كلمة الترند الجديد بتاع الفيب والهيتس والحاجات المستحدثة دي كان داخل في دماغ الناس أنها ما فيهاش أطران ما فيهاش بتدي بس قدر النكوتين للجسم يحتاجه كل ده كلام الحقيقة عاري من الصحة والدراسات الأمريكية الحديثة أثبتت أن خطورة الحاجات المستحدثة دي في نفس خطورة التدخين بتأثر جدا على الشرايين الدكتور محمد وبتعمل مشاكل جسيمة في الشرايين وحدوث القصور والانسدادات بشكل مبكر وحتى المريض لما بيتم تصليح المشاكل للشرايين دي في الأول يعني بالأسف بنلاقيه ملتزم وبعد كده بيرجع مع الوقت يدخن تاني فبيحصل انتكاسة بشكل جديد لأنه بيتخدع في الصحة نفسه بقى كويس وبقى أحسن من الأول ونفسه بقى كويس وحركته بقيت أحسن والألم اختفت تماما فيرجع مع الوقت كده للأسف الشيطان بقى بيدخل مدخله فالمريض بيرجع لتدخين تاني وبتحصل مشاكل كبيرة فالتدخين هو من أكبر المصائف التدخين بكل أشكال الإلكتروني والكلاسيكي والكلام مزموط اسمح لي دكتور أحمد دلوقتي نروح ناحية موضوع آخر بيشغل بال قطاع عريض قوي من جمهورنا احنا بقى فيه كأنه يوم السبت وهم الأمهات المرأة أو الزوجة الحامل دايما يبقى فيه توصية أو لما بتتابع يعني علاجة المتابعة الحملي يعني دائما ما بيتم مراجعة ضغط الدم عندها وبيبقى دايما فيه خوف من ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل عايزين نتكلم مع حداج دلوقتي بقى عن حالات ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل مبدئيا العلاج اللي بيكون مناسب في الحالات الزي دي هل هو بيكون يعني علاج يشبه العلاجات التقليدية ولا الزوجة الحامل بيكون لها معاملة خاصة موضوع الضغط عند الحوامل برضو من أهم الموضيع لأن زي ما حاجة بتشوف كده في الأهلين ومعارفنا تيجي الأم الحامل أول ما تكشف قبل ما تخش الدكتور النساء بيكون فيه إياس للضغط والنبضة على الطول صحيح لتشخيص الموضوع أو المشكلة لو في بدايتها لما بيكون فيه ضغط مرتفع عند الحوامل مش بالضرورة أبداً يكون حاجة يعني مكملة معاها أو تبقى حاجة مستمرة معاها ممكن تبقى حاجة عارضة بالضبط ممكن تكون حاجة عارضة في وقت معين من الحمل ممكن تكون حاجة عارضة في الوقت الكامل بتاع الحمل وممكن تستمر معاها شوية بعد الحمل وعند بعض الناس ممكن تكمل معاها بس مش بالضرورة أبداً يكون المريضة أو الأم الحامل أو المجلة ضغط يبقى هي مريضة مزمنة للضغط بالتالي لما بنشخص إن فيه ضغط مرتفع عند الأمهات الحوامل طبعا بيتم وصفة أدوية معينة هي أدوية ضغط برضو كل حاجة لكن بتكون آمنة على الأم وعلى الجنين في الحمل بس بالضبط كده يعني الحوامل ممكن ياخدوا أدوية ضغط بس بمراجعة طبية بقى من تخصص القلب مظبوط كده فأنا بتتم طبعا متابعة الضغط بشكل مستمر وحتى بعد الولادة برضو بتوصف أدوية تنفع مع الرضاعة لغاية ما نشوف إذا كان المريضة محتاجة دا وبعد كده ولا مش محتاجها وبقى ينهي جرع بالضبط ويكون آمن على الطرفين على الأم وعلى الجنين يعني إحنا يعني أنا بشكر حضرتك جدا على حلقتنا النهاردة وبدعوا حضرتكم أنكم ترجعوا لحلقتنا النهاردة بكل تفاصيلها على السوشيال ميديا ليه؟ لأن إحنا لو عديتوا كده أنا الحقيقة يعني وأنا بتكلم كده وأنا بستمع للدكتور أحمد بعد الموضوعات اللي تكلمنا فيها لقيتها فوق يعني فوق الـ 12-13 موضوع وكلهم من قلب البيوت قوي من قلب حياتنا ما تكلمناش في موضوعات بعيدة عننا ولا عن حضراتكم فعلشان كده يعني كل الشكر لأستاذ دكتور أحمد حسان النهاردة على حلقتنا التوضيحية اللي فيها خير ومعرفة خير للناس أن الناس تخلي بالها من صحتها إزاي والتعامل مع مصطلح أو عنوان أمراض القلب والشرايين والأوعدة موية يعني مش بالخطورة اللي الناس متصوراها ولكن في أسباب لازم ناخد بيها وفي أهل علم لازم نلجأ لهم أنا بشكر حضرتك جدا جدا على حلقتنا النهاردة وبتمنى إن شاء الله أنه ربنا ينفع بينا الناس دايما ويجد كلام حضرتك صدى كده عند يعني الملايين من متابعيننا ويدعو لك كده ويدعو لنا دعوات حلوة وإحنا ندعي لهم بكل الصحة وبكل الأمان في الحياة بإذن الله أنا بشكر حضرتكم جدا شكرا بشكر حضرتكم جدا وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يوحكا سلام عليكم